مسار غمض يكتنف الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بعد انسحاب الحزب الديمقراطي منها وهو ما خلق حالة من الضبابية لدى الأوساط السياسية والشعبية وسط التساؤلات أما إذا كان الاقتراع سيجرى في موعده المحدد أم سيؤجل مرة أخرى انسحاب الحزب الديمقراطي في شباط الماضي جاء إثرى قرار المحكمات الاتحادية الذي قلص عدد مقاعد برلمان الأقليم من 111 مقعدا إلى 100 مقعد بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية نظام الكوتا وهو ما أثر موجة رفض واسعة على المستويين السياسي والشعبي بسبب إلغاء حق المكونات في اختيار ممثلهم قياديون في الحزب الديمقراطي القو باللائمة على المحكمة الاتحادية فيما وصلت إليه الأمور بل ذهب مسؤول الفرع الرابع في الحزب الديمقراطي الكردساني آري هارسين إلى أبعد من ذلك حينما وصف المحكمة الاتحادية بأنها فاشية مؤكدا أن الانتخابات لن تجرى دون مشاركة البارتي في المقابل أبدت بعض الأحزاب الكردية اندفاعا نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتحديدا الاتحاد الوطني وحرك الجيل الجديد حيث بدت وكأنها مساعي للظفر بمساحة أوسع سياسيا هذا ولا تزال أوساط سياسية عراقية تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات في أقليم كودستان دون مشاركة الحزب الرئيسي الأبرز في الأقليم عدة سيناريو تأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعده المحدد في العاشر من شهر حزيران يونيو المقبل احتمالا يظل واردة